عندنا الموضوع ينوها الخاص بان احنا بقى فيه عندنا فضلت الشيخ فيه عندنا لغة تلتة موجودة يعني احنا دايما نعرف ان احنا عندنا اللغة الفصحة وعندنا اللغة العامية بقى عندنا نوع من انواع الكلام والعبارات اللي شكلت في مجملها لغة بقى بيتم تداولها بين كتير من الشباب كلام فيه سجع وفيه هجوم وفيه عداء يعني مثلا حد يقابل حد يقوله في حوار ايدك جنبك عشان ما توحشكش يعني اللفظ الشديد العدائية والتاني يرد عليه يقوله خلينا شوف لاني ما شفتلكش يعني انت تحسي بنوع من انواع التهديد والترويع والهجوم والتكبر والتجبر طبعا الكلام كتير يجي حد مثلا احترم سنك عشان ما قلش منك فالتاني يرد عليه يقوله لو فكرني عالجست تعالي نعمل تست عبارات كده بيملقوا بيها افواههم وكأنها قنابل وقطع رصاص خارجة من الفم يعني دعوة للهجوم ودعوة للعداء انا عايز اقولك ان وفقا للقانون ان الكلام ده بيسوي تهديد وبيجعل الطرف التاني في محاولة دفاع شرع عن النفس وممكن لو ثبت الكلام ده في محضر تحقيق بينتظر قائله عقوبة بتبدأ منها 24 ساعة ليهم تبقى جنحة من 24 ساعة لتلات سنين واحيانا الغرامة واحيانا الاتنين مجتمعين فانا معرفش العبارات والالفاظ دي يعني جاي لنا منين واحد يجي يقولك لو وشك مش جاي معايا دوس معاك دوس نجمة شباك ايه الا الفاظ ايه العبارات الخليط اتهجين يعني انا حاسس ان هي عبارات بتأتينا من قاع المجتمع حتى الولاد بدأوا يقولوها في المدارس يعني مدارس امريكية ومدارس انترناشنال ومدارس بريطانية بدأ الولاد يقولوا هذه العبارات اللي كلها هجوم وهي تقريبا ضربت اللغة العربية في مقتل وهي نوع من انواع السم القاتل وبتقضي على الهوية اللغوية للشباب انا بقدم لحضراتكم اعتذار واجب على العبارات اللي انا قلتها دي يعني وكنت متخوف صراحة ان انا قلها وكان فيه مراجع ما زميلنا في الاعداد يعني نقول الكلام ده ولا ما نقولوش لكن هي الحقيقة عبارات معلبة ومنفرة وخبيثة آسف ان انا لقيتها على مسامح حضراتكم وانا تسألت والله قبل ما اقولي الكلام ده بيني وبين نفس يعني ان كان هذه الكلمات اللقيتة وهذه العبارات المسمومة وهي للأسف الشديد بدأت بهدوء شديد وبسرعة كبيرة تتسلل تلك اللغة الى بيوتنا وتنتقل الى مدارسنا وجامعتنا حتى اصبحت ادى للتواصل وطريقة للتعبير واسلوب للنقاش ونمط حياة باختصار اصبحت ظاهرة فرضت نفسها واصبح لها مريدين ومعجبين وباتت المكون الرئيسي لصناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها البلوجر واليوتيوبر والتيكتوكر يسمعوا ما يتابعهم الملايين بل اكتر من ذلك تسللت الى الدراما والسينما واصبح ناطقوها اصحاب ادوار رئيسية ونجوم وابطال في المسلسلات والافلام هي ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراساتها من كافة الجهات المعنية ومعرفة مصدرها واسباب انتشارها ومآلات ذلك وتصدي لها للحد من اخطارها على الهوية اللغوية لشبابنا انها لغة الهوامة والسكارة والثمالة والمخمورين والمخدرين انها لغة تهدم اجيال وتقصف بالهوية المصرية وتدعو للسطحية والتمرض على منظومة الاخلاق والقيم انها لغة تأخذ ابنائنا الى قاع الهوية وتدخل بهم في نفق مظلم انها سلاح من اسلحة الغزو الثقافي انها غزو لغوي مسموم غير مسبوك وتغييب للوعي اين رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي واين رقابة على كتاب الدراما وكلمات الاغاني اين نقابة المهن الموسيقية اين مؤسسات الدولة لابد ان يتضافر الجميع حتى نقضي على هذه اللغة التي تحاول ضرب لغة الضادة التي نزل بها القرآن في مقدن انهم يدمرون الفطرة السليمة والانسانية لشبابنا انا يعني عزرا ان انا تعرضت لهذه اللغة اللي بدأت تنتشر في اوساط الشباب وان لم يكن هناك وقفة فعلا هتزيد هتزيد للأسف الشديد انا يعيف اللسان والله يا فضلت الشيخ عن ان انا اسكر يعني جمل والفاظ اللي هي خلصانة وخلصانة بالشياكة ومش حلك وخليك شواف يعني كلام كده تشعر وكأن ان هو كلام اجرامي كلام عدائي كلام هجومي انا اسف بس التنويه للشعب المصري كله خلوا بالكم من عيالكم النهاردة الطفل في قلب الشارع اللي هو سن 11-12 سنة بيبقى خارج بسكينة صغيرة كده من يجيبه او اي حاجة او مشرة او اي حاجة اقرب حاجة ما بتلحقش تقوله اعيب يكون عور له قدامه انت شفت حضرتك لسه بنتكلم على حادثة التجمع دلوقتي مجرد شجار بسبب ان هو تأخر عن الشغل او بيغيب او كذا طلع مطوى ضرب يعني السلوكيات السوشيال ميديا السبب الرئيسي اه اه مأمانة وحن نستطيع ان نستخدمها خطأ دراما كمان عشان كده يعني انا انا بطالب يعني المؤسسات المعنية اذا كانت وزارة الاتصالات او غيرها ان لازم يا جماعة البلوجر واليوتيوبر والناس دي كله بيعملوا بترخيص مزولة مهنة وتحت الرقابة يعني ماينفعش اي حد يكون فاهم ان هو يقدر يصنع محتوى يسمي نفسه صانع محتوى ويطلع يقول كلمتين ويعلم شبابنا واجيالنا وبقى هو النموذج اللي بيحتزى بيه بألفاز وعبارات مسمومة بيتم تداولها بين الشباب في المشاجرات هي دعوة لل يعني هي قنابل رصاص يعني هي طلقات رصاص وشغالة اه وشغالة للأسف ليها مريدين وليها معجبين